أما الخمس الذي أحله الأئمة كما قلنا هو بمقدار ما تطيب الولادة به بحدود الزواج كما شرح تقول شيخنا ما الدليل على ذلك أقول هؤلاء يشير إلي أقول هؤلاء لا يقرؤون روايات أئمة أهل البيت وهذا التعبير ليس دقيقا هذا من التعابير التي نحتتها الشيعة نحتها المعممون أئمة أهل البيت ما هم الأئمة وأهل البيت عنوان واحد الأئمة هم أهل البيت وأهل البيت هم الأئمة وأول الأئمة رسول الله ثم علي ثم فاطمة ثم ولد فاطمة من الحسن المشتبى إلى قائم آل محمد هؤلاء هم أهل البيت وهم الأئمة على أي حال أقول هؤلاء لا يقرؤون روايات أئمة أهل البيت وإلا لو جئنا إلى الكافي للشيخ الكليني رضوان الله تعالى عليه المجلد الأول صفحة 523 سؤال هل أن وكلاء وسفراء الإمام الحجة كانوا يأخذون الخمس أم لا نعم عثمان سأقرأ القراءة الصحيحة قراءته خاطئة نعم عثمان بن سعيد العمري كان يأخذ الخمس محمد بن عثمان العمري كان يأخذ الخمس علي بن محمد الصيمري كان يأخذ الخمس أبو القاسم الحسين بن روح كان يأخذ الخمس فهذا كله في الكافي أنا أقول لهذا العلامة النابغة إذا وجدت لي رواية ذكر فيها اسم الحسين بن روح السفير الثالث فإنني سأغلق القناة أعطيك عهدا سأغلق القناة كتاب الكافي موجود عندك وابحث فيه حتى تموت لم يذكر اسم الحسين بن روح النوبختي في كل كتاب الكافي فضلاً عن أنه يقول من أن أحاديث الكافي تخبرنا أن الحسين بن روح كان يستلم الأخماس أصلاً لا يوجد هذا الاسم في كل كتاب الكافي وإذا أريد لهذا الاسم أن يذكر فلابد أن يذكر في الجزء الأول وهذا هو الجزء الأول من الكافي وهناك موضعان لا بد أن يذكر فيهما هذا الاسم إذا كان الكلين يريد أن يذكره الموضع الأول بحسب الطبعة التي عندي الطبعات مختلفة اذهبوا إلى العنوان إلى عنوان الباب باب الإشارة والنص إلى صاحب الدار عليه السلام صاحب الدار هو إمام زماننا من ألقابه باب الإشارة والنص إلى صاحب الدار عليه السلام هذا الباب يبدأ صفحة ثلاثمية أو سبعة وستين وتأتي بعده الأبواب باب في تسمية من رأاه باب في النهي عن الاسم باب نادر في حال الغيبة باب في الغيبة هذه الأبواب تأتي تباعا من صفحة ثلاثمية وسبعة وستين إلى صفحة ثلاثمية أو خمسة وثمانية فتش في هذا الباب لن تجد ذكرا للحسين بن روح ولن تجد ذكرا لعلي بن محمد السمري بحسب ما قال الصيمري هناك قراءة الصيمري وهناك قراءة السمري إنه السفير الرابع فلن تجد ذكرا كذلك لعلي بن محمد السمري الصيمري ليس مهما أن أقول الصيمري أو أن أقول السمري هو الشخص نفسه فلن تجد رواية في هذا المقام فيها اسم الحسين بن روح النوبختي ولن تجد كذلك رواية فيها اسم علي بن محمد السمري أو الصيمري لم يذكر من سفراء الإمام إلا العمري وابنه وهذا في الباب الذي عنوانه باب في تسمية من رآه صفحة 369 الحديث الأول ذكر الكليني اسم العمريين العمريين العمر الأول والعمر الثاني ولا توجد رواية أيضا في هذه الأبواب تقول من أن العمر الأول والعمر الثاني استلم الخمس الكتاب عندك وابحث فيه والكتاب عندكم وابحث فيه حتى تعرف جهل هؤلاء ومن الذي يقرأ أحاديث أهل البيت ومن الذي لا يقرأها ومن الذي يفقه أحاديث أهل البيت ومن الذي لا يفقهها عودوا إلى هذا الموضع هناك موضع آخر يبدأ في صفحة خمسمية وسبعة وثماني باب مولد الصاحب هذا الباب باب مولدي الصاحب يستمر إلى صفحة ستمية يبدأ من صفحة خمسمية وسبعة وثمانين وينتهي في صفحة ستمية أيضا لا يوجد ذكر للسفير الثالث والرابع ولا يوجد ذكر أيضا من أن السفير الأول والثاني قد استلم الأخماس الكافي عندكم ودققوا وانظروا في هذه الروايات فهذه الأكاذيب من أين جاءنا بها هذا الجعفري أما الرواية التي قرأها من الكافي سأقرأها عليكم لن تجد فيها كلمة الخمس هذه هي الرواية صفحة خمسمية وسبعة وتسعين إنه الحديث الثامن عشر من باب مولد الصاحب الحسن ابن علي العلوي قال أو دع المجروح مرداس ابن علي مالا للناحية أو دع مالا ليس هناك من ذكر للخمس ومرت علينا أموال الناحية كثيرة هناك الوقف هناك المال المجعول للناحية هناك الصدقات أيضا أموال الصدقات الصدقات التي نزها عنها الهاشميون هي زكاة الأموال وزكاة الفطرة الواجبة الصدقات المندوبة يستطيع الهاشميون أن يتصرفوا بها وصدقات الهاشميين للهاشميين أيضا يجوز لهم أن يتصرفوا بها فضلا عن أن الإمام هل ينجسه شيء هل يقدره شيء من الأموال أو من غيرها الإمام له الولاية المطلقة وذل كل شيء لكم لا أريد أن أدخل في هذا الباب أعود إلى الرواية الرواية هي هذه وعود إليها لا توجد فيها كلمة الخمس مطلقا ولا يوجد فيها ذكر لأي من السفراء الأربعة هو جاء بها حشرها بين أسماء السفراء الأربعة وكرر كلمة الخمس مرارا وهو يقرأ الرواية دس هذه الكلمة بين ألفاظ الرواية الرواية لا توجد فيها كلمة خمس سأقرأ الرواية عليكم كما هي في الكاف الشريف الحسن ابن علي العلوي قال أودع المجروح مرداس ابن علي مالا للناحية وكان عند مرداس مال لتميم ابن حنظلة فورد على مرداس أنفذ أنفذ لكما قرأه هو أنفذ أنفذ ما لتميم مع ما أودعك الشيرازي أنفذ ما لتميم مع ما أودعك الشيرازي وشرح وشرح الرواية شرحا خاطئا الرواية واضحة الحسن ابن علي العلوي قال أودع المجروح مرداس ابن علي مالا للناحية وكان عند مرداس مال لتميم ابن حنظلة فورد على مرداس أنفذ مال تميم مع ما أودعك الشيرازي لا يوجد هناك ذكر للدين لا أدري من أين جاء بالدين فالإمام بعث إليه برسالة أنه سد الدين من مال الشيرازي لا يوجد هذا في الرواية كيف فهم هذا لا أدري الرواية هكذا تقول أودع المجروح مرداس ابن علي مالا للناحية وكان عند مرداس مال لتميم ابن حنظلة هذا المال أيضا للناحية وضعه تميم ابن حنظلة عند مرداس فورد على مرداس أنفذ مال تميم مع ما أودعك الشيرازي الشيرازي هو المجروح هذا هو المجروح الشيرازي فهناك شخصان قدم مالا للناحية إلى مرداس ابن علي فجاء الأمر من الناحية أن أنفذ مال تميم مع ما أودعك الشيرازي لا توجد كلمة الخمس ولا يوجد ذكر للدين سأقرأ ما قاله العلامة الكبير المحقق المدقق الفاضل المتتبع الأستاذ أحمد الجعفري أقول أقول هؤلاء لا يقرؤون روايات أئمة أهل البيت على ساحس الأخ هو يقرر روايات يفهم أنا أنا أسألكم ياه الدماغ سيس الغزي أم الجعفري شو تقولون الدماغ سيس منو المطي منو الغزي له الجعفري ياه المطي أقول هؤلاء لا يقرؤون روايات أئمة أهل البيت وإلا لو جئنا إلى الكافي للشيخ الكليني رضوان الله تعالى عليه المجلد الأول صفحة خمس مئة وثلاث وعشرين سؤال هل أن وكلاء وسفراء الإمام الحج كانوا يأخذون الخمس أم لا نعم عثمان بن سعيد العمري كان يأخذ الخمس محمد بن عثمان العمري كان يأخذ الخمس علي بن محمد الصيمري كان يأخذ الخمس أبو القاسم الحسين بن روح كان يأخذ الخمس إلى أن يصل إلى الرواية انظر إلى الرواية الحسن بن علي العلوي وهو أحد وكلاء الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يقول لقد أودع المجروح مرداس بن علي مالا للناحية خمس هذه كلمة الخمس ليست موجودة في الرواية إذا كان يضيفها للناس فهذا افتراء وكذب إذا كان يريد أن يشرح فعلى أي أساس شرح الرواية على أن المال هذا من الخمس والمال للناحية له أصناف وأنواع مر علينا قبل قليل أو أنه يريد أن يدلس على المتلقي وهذا هو الذي يريده لقد أودع المجروح مرداس بن علي مالا للناحية خمس عند مرداس وعفوا كان عند مرداس مال لتميم بن حنظلة فورد على مرداس أنفذ كما هو يقول هي أنفذ أنفذ مال تميم مما أودعك الشيرازي ليس موجودا هذا في الرواية الشيرازي الشيرازي الذي هو المعروف بالمجروح هناك رجل من شيراز أو دعا أحد وكلاء الإمام وهو الحسن حسنو ابن علي العلوي خمسا هذه الكلمة ليست موجودة إذا كان شرحا فعلى أي أساس الرواية تحدثت عن مال من دون أن تتحدث عن وصف من أوصافه من أي نوع من أنواع المال وكان الحسنو ابن علي العلوي مطلوبا لمال من أين جاء بهذا الكلام لا أدري لا يوجد ذكر لهذا في الرواية فالإمام بعث إليه برسالة أنه سد الدينك من مال الشيرازي الخمس هذه الكلمة ليست موجودة في الرواية إذن وكلاء الإمام كانوا يقبضون الخمس هذا شيء من عنده فهذه رواية تكذبكم يخاطبوني وتفضح دينكم هو يقول دين لندن يفترض به أن يقول دين لندن وتفضح دينكم دين لندن الذي تضحكون به على الناس من الذي يضحك على الناس أنا الذي أحدثهم بحديث العترة أم أنت ومراجعك اللعناء أنت الذي تضحك بجهلك وسفاهتك وصفاقتك وقلة ذوقك وانعدام أدبك أنت الذي تضحك على الناس يا أيها الصفيق أنت الذي بمثابة خلاط تأخذ عنواناً تأخذ عنواناً صحيحاً وتضيف إليه الأكاذيب والجهالات والسفاهات والتفاهات تحركها في هذا الخلاط ويصفق لك الحمير الدخيونة من أتباع مراجعك هذا هو الذي يجري على أرض الواقع حتى إذا أردت أن تعود إلى الكتب التي ذكرت التوقيعات إذا رجعت إلى كمال الدين وتمام النعمة للصدوق وإذا رجعت إلى غيبة الطوسي وإذا رجعت إلى كتاب الإحتجاج للطبرسي أو إلى الجزء الثالث والخمسين من بحار الأنوار أو إلى كتاب عوالم العلوم ومستدركاتها هذه المصادر التي ذكرت فيها التوقيعات لن تجد في تلك الأحاديث أن الحسين ابن روح استلم الأخماس وإذا وجدت رواية قدمها لي وأنا سأغلق قناة القمر لن تجد رواية بخصوص الحسين ابن روح السفير الثالث ولا بخصوص السفير الرابع كانت تصل إليهم الأموال لكن أموال الناحية لم تكن منحصرة بالخمس فقط مثلما قرأت قبل قليل هناك الأوقاف وهناك الأموال التي جعلت لهم وهناك وهناك بينت في الحلقات المختصة بموضوع الخمس من أن الخمسة كانت الشيعة تدفعه إلى زمان إمامنا الحسن العسكري وفي زمان سفارة السيدة حكيمة وفي زمان سفارة السفير الأول وفي الشطر الأول من سفارة السفير الثاني بحسب القراءن لا أقول ذلك بشكل قطعي التوقيع صدر من الناحية المقدسة بحدود سنة ميتين وتسعين للهجرة وآخر ما عندنا من الوثائق التي تشير إلى أن العمر الثاني استلم الأخماس ما جاء في كتاب الخرائج والجرائح لقطب الدين الراوندي وهذا هو الجزء الأول طبعة مؤسسة الإمام المهدي قموا المقدسة صفحة 472 إنه الحديث السابع عشر الواقعة التي رواها لنا الحسن ابن عبد الله ابن حمدان عن عمه الحسين ابن حمدان وقد فصلت الكلام فيها في الحلقات المختصة بموضوع الخمس في مجموعة حلقات صولة القمر لا مجال لأن أعيد الكلام يمكنكم أن تعودوا إلى تلك الحلقات ما بعد هذا التأريخ وبعد صدور التوقيع الشريف فإن الخمسة قد أبيح للشيعة وإذا كان هذا الجهول يقول من أن أحاديث الكافي تخبرنا أن الشيعة كانت تدفع الأخماسة إلى السفراء في أي رواية في أي باب وقد قلت لك قبل قليل لن تجد رواية تتحدث عن الخمس أو عن غير الخمس فيها اسم السفير الثالث أو فيها اسم السفير الرابع في الكافي ولن تجد رواية باسم السفير الأولي وباسم السفير الثاني تتحدث عن أنهما كان يستلمان الأخماس كان يستلمان الأخماس السفير الثاني إلى منتصف أيام سفارته كان يستلم الأخماس ولكن بعد أن صدر التوقيع ليس هناك من ذكر أبدا في كل التوقعات وفي كل الروايات لموضوع الخمس وإذا كان عندكم من شيء فأفيدوني به وقلت لك يا أيها الجعفري جئني برواية تتحدث عن السفير الثالث أو الرابع من أنه استلم الخمس وأنا سأغلق هذه القناة سأغلقها وهذا عهد قطعي أقطع به أمام الناس هذا هو جهل أصحاب العماء هكذا يضحكون عليكم أنتم مضحكة يا أيها الشيعة هذه القضية ليست خاصة بأحمد الجعفري هذه حالة منتشرة من المرجع الأعلى إلى أصغر معمم كذابون دجالون لصوص سفلة سفهاء تهفهون الجميع من مرجعهم الأعلى إلى جعفريهم هذا وأشباهه نذهب إلى فاصل إذا أردتم التفاصيل عودوا إلى حلقات الخمس التي تحدثت فيها بالتفصيل في مجموعة حلقات صولة القمر في هذه الحلقات التي نحن نتواصل معكم من خلالها ترجمة نانسي قنقر